أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل من الموريتانية غادر رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني نواكشوت صباح اليوم متوجه إلى واقا دوغو وعاصمة بوركنا فاسو للمشاركة في أعمال الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء حكومات المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وودع رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوت الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد إسماعيل والبد والشيخ سيدية والوزير الأمير العام لرئاسة الجمهورية ووزير العدل والداخلية والأمركزية وقائد الخاص لأركان رئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووال نواكشوت الغربية ورئيسة المجلس الجهوي لجهة نواكشوت ويرافق رئيس الجمهورية وفد هام يضم على الخصوص كل من السادة حننة والسيدي وزير الدفاع الوطني محمد العبدالفتاح وزير البترولي والطاقة والمعادن محمد أحمد والمحمد لمين مدير ديواني رئيس الجمهورية تيام جونبار مستشارا برئيس برئاسة الجمهورية أحمد والباهين مكلف مهمة برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة